وعندي مجموعة من المفاجآت المدوية نهار دا ناس خرجة من صلاة الجمعة في نادي الزمالك أحد أصدقائي شاهد على حوار كابتن محمود عبد الرحيم جنش ما عدد ما عالى على البيضاء العزوز القديم قالوا لا تب والعقد اللي قالوا تتعدل وانت لما روحت مع مرتضة وعادت تهاجم في عبد الرحيم بنقلكوا نص الحوار في المصر بنقل الحوار أمين قال لهم علاجي دفعوا اتحاد الكور طب انت عددت على مرتضة قال لهم باخد جزء من فلوس القديمة المتأخرة طب يا جنش النهاردة انكل أبو المعاطة زاكي وفرض بعقد محمد عوات والراجل بياخد متوسط في السنة 16 مليون السنة دي ممكن يبقى 13 السنة في الآخر المتوسط متوسط عقد 16 مليون عقدك كم يا جنش قال لهم أنه قال لهم تم تعديله ما انت ماينفعش تبقى قال لي من عوات قال لهم عقد الأمينتين متعديله وانا باخد 3 مليون بالضرائب خلينا نقف عند الأمور بما يرضي الله جنش قال لعدد من أعضاء النهارة الزماني وهم خارجين من الصالة اننا لم يعدى العقدي وبحصل على 3 مليون بالضرائب وما باخدش فلوسي وفلوسه متأخرة هل ده يبقى يرضي ربنا لما بنقول الكلام ده الناس بتزعر طيب يا جنش حاول تلم الفرق قال لهم الفرقة متفركشة بسبب أمير مرتض أمير مرتض وقال تعبير أنا مش عاوز أقوله قال لهم أنا بكلمكم انتوا أعضاء خايفين عن نادي وانتوا ناس خايفة عن نادي طيب يا جنش حاول تلم الفرق قال لهم والله بنحاول أنا والناس الكبيرة يوسف أوباما شيكابالا الناس اللي قلباه على النادي وولادي النادي بيحاولوا يلم الفرقة قدر الإمكان ومحمود علاء ولد متحمس لكنه عاوز يسافر ومصطفى محمد رغم النصغير بيحاول ان هو يشد زميله وابتعده أحمد سيد زيزو عنده حمية وحماس وحزم إمام ساعة روحه وساعة تيجي وهكذا فاللي بنقوله اللي بنقوله يا عمر يا صلاح ركز معي يا عمر يا صلاح ركز معاي أي سؤال هاجبك عليه النهاردة لايف زي الفل بفضل الله يا رشا رشا أبازة أكيد قريبت معا المستشار دي سويق أبازة طبعا وكل حبيبنا الحلوين المحترمين لكن احنا في المسألة دي جنش قالك الفرقة متفركشة بسبب إدارة أمين قالك كل شيء بتغير إلا هو وفي علامات استفهام كبيرة حوالين صفقات المغرب قال لهم أبسط حياته الخواجة عايز كاسونجو طب هيمشي مين عشان إيه كاسونجو خالد بطيب مش عارفين يتفاوضوا مع خالد بطيب عشان يفسخوا العلاقة بشكل محترم عشان يقايد كاسونجو بداية من يناي المسألة أن في حاجات يا جماعة مشبوهة أنا بقى اللي بقول مش هو في حاجات مشبوهة عم شاك شاك بقاله سنة جاب كام جول وخالد إيه واحد ونص مليون قالك منح التوقيع ولا نادي مالتي يا سورد الله أعلم ومليون وثلتمائة ألف دولار عقده في السنة بتتكلم في ده بينما يحصل محمد عبدالغالله على تمنمائة ألف يوسف أمامة عقده مليون ربعمية الودي الغالبال عبدالله جماعة على مليون ستمية وهكذا مصطفى محمد على مليون بالضرائب يبقى تمنمائة ألف فالناس بحكي لكم نص الحوار اللي حكهولي أكتر من عيده أكتر من عيده مش عيده واحد لكن المسألة زادت عن الحد فبحكي لكم الحوار اللي ده لا فالأزمة كلها ان يعني في غضب شديد اللي اتنقل للأعضاء من إدارة الكابتن أمير مرتضى بكل احترام للفرق وحسين بالتمييز خاصة اللاعبين الأجانب وخاصة اللاعبين شمال أفريقيا المغرب وتونس خاصة ده وخاصة ده بنقول بشكل واضح وقال لك بيدفع عنهم بشكل غير طبيعي انت دلوقتي لازم تقايد كاسونجو كابونوكا المفترض يتقايد من يومين ثلاثة من أول يناير وكارترون لما طلع مبارح قال في المؤتمر الصحفي وفقا لما أكده محمود عبد الرحيم جنش لعدد من الأعضاء قال لك هو عاوزه من الأول مقتنع بيه فقال لك هو قال عشان يبقى للجمهور العرف انه هو عاوز ده ما يفجأش بحد تاني بيقيد من غير ما يعرف قال لك هو محتاج فرود حتة الباكريت هو بيعالجه أحمد عيدي يعالج مش عارف محمد عبغاني يعالج لعب الوسط أو أحمد سيد زيزو لو قابطر أحمد بيلعب محمد حسن بيلعب بس محتاج ثقة وهكذا فالمسألة ان دلوقتي محمود عبد الرحيم جنش يعترف لعدد من أعضاء نادي الزمالك بعد الخروج من صلاة الجمعة اليوم بأن أمير مرتضى أحمد منصور هو سبب المشاكل الموجودة في الفرقة والتمييز بين اللاعبين وأنه هو وعدد من اللاعبين بيطلبوا برحيله خاصة وأنه بيعمل عقود مالية غالية جدا للوافدين الجدد وبيظلم أن أسامة الذين أساموا في صنع مجد الزمالك على مدار السنوات الماضية ومنهم محمود عبد الرحيم جنش يوسف أوباما حازم إمام مصطفى محمد عبدالله جمعة عدد من الأسامة التي تحصل قال لك كل الأندية جنش بيقول لهم بيقول لها جنش طب فيه ناس كده وناس كده قال لهم ماشي صنفوني قال لهم صنفوني هتحطوني في أن الفئة قال لهم أعلى فئة طبعا قال لهم طيب أنا باخد كذا هل هتدوني زي عواد أنا عاوز زي عواد اللي ما عملش حاجة نادي الزمالي اللي ما كانش ضمن تشكيلة منتخب مصر في كاس الأم الأفريقية اللي فاتت قال لهم اللي ما ساهمش في فوز نادي الزمالك ببطلات أو في أي نادي العبلي ببطلات وعنده حق لاجعواد فاز ببطلات مع الإسماعيلي أنا مش عاوز زي فرجاني ساس تدى ودردين مليون بس سويني بعوات قال لهم سنة بيكلموني في الموضوع ده وأنا خايف يحضوا يعملوا معايا زي ما عملوا مع كهربا في نفس المسألة الحد ما طرفش منتو تسعالوا مني أنا أبني نادي الزمالك ومش ماشي من نادي الزمالك أنا أبني كمان كلام محمود عبد الرحيم جنش النهاردة مع الأعضاء أنا أبني نادي الزمالك ومش ماشي من نادي الزمالك كلام واضح لكن يا جماعة ما يرضيش ربنا ما يرضيش ربنا ده اللي بقوله جنش ما يرضيش ربنا إنه يبقى عوات 16 مليون وأنا أبقى أخذ 3 مليون بالدرايب يعني بعد الدرايب يقق 2 مليون 600 2 مليون 700 أظن الدرايب 20% حاجة عب ناصر 20% الدرايب الفئات بتبقى 20% فأنت بتكلم في 2 مليون 400 بالدرايب من غير الدرايب وزميله بياخد 16 مليون زميله اللي هو أنه لما يرجع جنش أبو جبل بياخد كم بياخد 5 مليون وبيزيدوا 6-7-8 كل سنة مليون في الخمس سنين اللي مضاه فالمسألة ده كلام بقولهلكو على مسئولية محمود عبد الرحيم جنش مع عدد من أعضاء نادي الزمالك بعد صلاة الجمعة اليوم في مسجد نادي الزمالك قبل التوجه إلى مساء اليوم إلى ملعب مباراة زيسكو والزمالك وبلا تمنى النهاردة للزمالك فوس كبير وأنا بتوقع أن زيسكو مش هفوس أقل ليه من اتنين من اتنين فيما فوق من اتنين فيما فوق فيش حاجة أسماء الحل إن جنش يتباع يا وهبة ماينفعش جنش عمود أساسي في نادي الزمالك جنش قيمة فنية كبيرة في نادي الزمالك جنش حد موهوب فماينفعش إن جنش أقول حل إنه يتباع الحل يا أخي بقولك عليه إنه زي طلبه يتساوى بعوات يتساوى بمحمد عوات لكن ماينفعش هذا الظلم المكحف لجنش والحزم إمام والمصطفى محمد والعبدالله جمعة واليوسف أوباما والغيرهم والمحمد عبغاني ماينفعش الفوارق موجودة بين كل اللاعبين لكن ما بقاش فازة الفارق الضغط مش مليون وتلاتين مش مليون مش اثنين مليون وستاشم مليون وهكذا مش مليون وتمنمئة ألف وستاشم مليون وراه ولما أجا أقول تبقى مبقى كذا هيبصل كذا متاجا ما هي بيعمل حساسية في النفوس بيخلي النفوس لشيء بيخلي القلوب سودة بيخلي القلوب سودة بين اللاعبه وعشان كده جنش قال لهم غرفة الملابس بايزة اللاعبه كارها بعضها ومش سيقها بعضها ليه لإنه أنا أقول لك هنصرف دفع اللاعب يخده عشر مليون شبراء هتلاقي واحد بياخد ثلاثين ألف واحد بياخد تلاتة مليون ما هي كده الموضوع ما هو كده الموضوع ده اللي بنتكلم فيه فدي جزئية مهمة جدا هاجل الجزئية بتاع الكاسونجو كابونجو اللي أعلنها مستر باترس كارترون قبل ما نخش على الناد الأهلي والمفاجئات المدوية بالنسبة لكاسونجو بلال نظير ووكيل كاسونجو وكاسونجو قعدوا مع مستر باترس كارترون ومع الإدارة من فتر وقالوا لهم احنا عاوزين كاسونجو وعملوا له برنامج بدني نفزه كابتن عمر المطراوي ثم انضم للتدريبات الجماعية فأبدأ باترس كارترون انبهارا شديدا به وقال لك الراجل ماشي كويس وانا عاوزه معايا قعد يتكلم ودي كتير فانا عاوزه معايا أعلانه مبارح في المؤتمر الصحفي انه هو عاوز كاسونجو بجيب لكم الآخر فبيقول للناس انا بقوله هو انا عاوز كاسونجو كمهاجم ما تجبروش حد كفاية صفقات قال لهم انا عاوز كاسونجو مش عاوز حد يمشي وحدة خمس أسامي قال ممنوع حد يمشي فرجاني ساسي طريق حامد محمود علاء مصطفى محمد يوسف أوباما قال لك الخمسة دول محاوزش فيهم يمشي مش عاوز حد فيهم يمشي فهل بقى الزمالك كاسونجو كابونجو قال لك خلاص بقى صفعة مبارح الرسمية تاع اتحاد الكورة مستر عمر الجنيني ومحمد بيم صلح وسامير بيم حلبية وعضاء مجلس الإدارات الأندية ومندوب بلادي سموحة المهندس أحمد حسن تقريبا ورؤساء الأندية اللي كانوا حاضرين وبرهيم بيع عثمان رئيس النادي الإسماعيلي قاعدوا أقرب الأمور التالية بقاء النظام المسابقة كما بدأ يعني ما فيش فتح استبدال يعني انت لك لعيب واحد فقط لا يمكنك ولا يحق لك انك انت تغير بأي حال من الأحوال فده موضوع كاسونجو كابونجو وده موضوع الله مسترسلنا النبي موضوع جنش وطلب المساواة بمحمد عوال الدنيا ماشية ازاي بقينا واصلين في مرحلة ان جنش بيطلب المساواة بمحمد عوال عاوز أقول على صدمة طلقا رئيس نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية وعرفتها وعرفتها من مسؤول في التحاد الكرة بالأمس في اتصال تليفوني ايه هو بقول له عملتوا في شكو الكهرباء مفترض في شكو الكهرباء تقول له موقفكم لو موقفوا في التحاد الكرة السابق ان العقد سليم والحكاية والرواية وكلام من قال لي ما عملناش حاجة قال لي كل اللي جنة بما يخص الكهرباء حولنا الاتحاد دولة القرية القطر للفيف ما تدخناش في اي حاجة ولا كان لنا رأي في اي حاجة ولا قلنا اي حاجة فالفكرة ان الاتحاد الكرة ما تدخلش ان هو يقول رأيه ودي مسألة تضعف من موقف نادي الزمال ليه تضعف من موقف نادي الزمالك لان الزمالك ينباني كل كلامه وحكاياته ورواياته على على ان هو الاتحاد الكرة يقول لنا عائد سليم اشتركوا في القناة